العمل يكون 12 ساعة متواصلة تشغيل المستشفى 24 ساعة الحمد لله صح في ضغط بس نلقى وقت الراحة يعني هي 12 ساعة البريك يعني وتخلى لها فترة الصلاة تغريد النشار واحدة من الممرضات التي يعملن في مستشفى الطوارئ في مشعر ميناء أربعة مستشفيات في مشعر ميناء إضافة إلى أكثر من 60 مركزا صحيا موزعا على المشاعر الممرضات من العناصر الأساسية لجعل هذه المنشآت قادرة على استيعاب الضغط المستمر عليها طيلة أيام الحج موزعين على جميع الأقسام المستشفى التي تشمل الطوارئ تنويم نساء وتنويم رجال هنا هي مركزة عيادات خارجية تضم مستشفيات ميناء نحو 5900 ممرض وممرضة ومن هذا العدد 1657 ممرضة سعودية أعداد منهن تمتلك خبرة في التمريض في هذا الموسم أما البعض الآخر فهذه هي التجربة الأولى لهن في اختبار ما يعنيه التمريض في موسم الحج بما أنها أول سنة لي بالحج كبداية كتجهيزات كذا شي حلو أني أخدم حجاج بيت الله الحرام طبعا أني على استعداد كبير للحجاج وكيف أننا بنخدمهم طبعا المستشفى ما قصروا معنا بأي شيء بالمعدات بالأجهزة بكل شيء والحمد لله يعني الله يرزقنا ويوفقنا إن شاء الله أن نخدم بيت حجاج بيت الله الحرام تمتد خدمات ومستشفيات المشاعر من علاج الرشح إلى العمليات المتقدمة مع وجود 550 سريرا هذه الخيام في مشعر منا معدة لاستقبال أكثر من مليون وخمسمائة ألف حاج منهم من يكون محتاج إلى مساعدة طبية الآن لا قلق الكوادر البشرية والتقنيات في مستشفيات المشاعر مقادرة على ذلك جمانة خوجة مشعر منا العربية